في كل حلقة من برنامجنا تحل علينا محافظة من محافظات القصيم بكل ما تمتلكه من مخزون تراثي وحضاري وإبداعي تعرفنا على أربع محافظات كانت معنا بداية مدينة بريدة ومحافظة عنيزة ومحافظة الرس ومحافظة المذنب في الحلقة السابقة تعلقت جميعها في فعالياتها وكانت نماذج حضارية يتشرف بها الوطن وفي حلقة اليوم مستمرين في رحاب الوطن ورحاب القصيم ومحافظاتها البكيرية ضيفتنا لهذا اليوم يشرفنا اليوم كوكبة من كبار شخصياتها ورجالها المميزين وعلى رأسهم ساعدة محافظة البكيرية الأستاذ رميح بن صالح الشتيوي فأهلا بك وبصحبك الكريم نتعرف أكثر على محافظة البكيرية من خلال هذا التقرير يكتب لنا التاريخ نشأة مدينة عظيمة متميزة أصبحت معلما من معالم مدننا السعودية وأنموذجا من نماذج الرقي والازدهار يقول التاريخ الذي سطر نشأة محافظة البكيرية إنها بلد مثالي تكون بسواعد أهله وتطور بعد نعيم توحيد البلاد على يد المؤسس طيب الله ثراه فأضحت البكيرية علما في التاريخ وفي الحاضر وبعون من الله ثم تكات في أهل البكيرية وتعاونهم صارت البكيرية في زمن قياسي من أكبر البلدان المحيطة بها رغم حداثة نشأتها فقد كثرت مبانيها وغراس نخيلها وكثرة مزارعها القريبة والبعيدة شرقا وشمالا والبالغ عددها أكثر من ثلاثمائة مزرعة في أقل من خمسين سنة من نشأتها ومعها أملاك بن فايز التي دخلت ضمن أملاك البكيرية ومن المعارك التي سجلها التاريخ هي معركة البكيرية وتم ترشيح محافظة البكيرية لمسابقة الأمم الراقية لعام 1999 للميلاد التي جرت في مدينة هاماما في اليابان في الفترة من العاشر إلى الرابع عشر من شهر فبراير من العام الميلادي 2000 للميلاد ويأتي ترشيح محافظة البكيرية لهذه المسابقة العالمية بصفتها المدينة الصحية الأولى على مستوى المملكة والشرق الأوسط حيث تم اختيارها لذلك من قبل منظمة الصحة العالمية ويطبق فيها حاليا برنامج المدن الصحية الدولية هذا وقد وجهت اللجنة القائمة على تنظيم تلك المسابقة العالمية الدعوة لرئيس بلدية محافظة البكيرية المهندس عبد العزيز محمد المهوس للمشاركة في هذه المسابقة وصنفت محافظة البكيرية ضمن المجموعة بي في المجموعات التي تضم المدن الصحية المشاركة من كافة أنحاء دول العالم محافظة البكيرية كمثيلاتها من محافظات المملكة العربية السعودية في هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز نالت نصيبها حقيقة من التطور والنهضة والعمران ما يتوافق وقيمة هذه المحافظة ودعم أهلها حقيقة ومشاركتهم المشاركة الفاعلة في مناسبات المملكة المناسبات الوطنية والمناسبات الموسمية هي محل الشكر والتقدير من قبلنا محافظة البكيرية الحقيقة أن مشمول خدماته تصل إلى مشمول خدمات منطقة حايل من موقع هذا 180 كيلو مركز كحلة هذا يبعد عن محافظة 180 كيلو هو يعتبر آخر مشمول خدمات منطقة القصيم المتاخمة لمشمول خدمات منطقة حايل المحافظة ولله الحمد نالت نصيبها من المشاريع وأيضا تطورها وازدهارها حياكم الله من جديد مشاهدنا الكرام أيضا نشيد بجائزة أحسب لمحافظة البكيرية وهي جائزة المساجد التراثية التي تحمل اسمه جائزة سلطان بن سلمان هذا العام حيث فاز بها مسجد محمد بن عبدالها بمركز الهلالية التابع لمحافظة البكيرية